خديجة العمامي طبعاً اشتغلت موظفة في جامعة قرونس مدة طويلة في الألفين كانت بداية أن القذافي خفف أو نقدر نقوله بيلفت انتباه الغرب بأن ليبيا فيها نسبة من الحرية ونسبة من الانفتاح بعد حالة انغلاق دامت عشرين عام قررت أن نفتح صالة أنترنت وكان الأنترنت يعتبر في تلك الفترة مش منتشر بكثرة يعني بديت في إجراءات الاستعداد لفتح صالة الأنترنت وكأنني نفتح مفاعل نووي طبعاً مش مجرد صالة يستقبل فيها الزبون وتطلع فيها تكون كنافذة عن العالم الخارجي يعني في ليلة من الليالي 2005 وهي كانت زي أي ليلة مرت علي الموظفة الاستقبال يقولي أن فيهم شباب من الشرطة السياحية يطالبوا بإستخراج الزبائن وقفل المكان ففكوا الجهاز الرسيفر وهو التحكم وطلعت معهم موديلة أمن بنغازي كان ثلاث أيام مستمر فيها التحقيق مع عدة وجوه غير ثابتة مع شخص واحد كان لنا 24 ساعة على الكرسي بعدها طبعاً فعلاً كان تعاهد دسم جداً وكان اتفاجأت بأن تم وضع ملف خاص لي في المكتب ومن ضمن التعاهد بأن هناك كل سبت أتواجد في المكان للتوقيع بأني موجودة وأشرف شخصياً وأتحمل مسؤولية كل ما يصدر من الصالة والتحمل مسؤولية أي الزبون يدخل على أي موقع يمص بأمن الدولة ما المقصود هي لافتة كبيرة أمن الدولة شو المقصود أو شو المواقع الممنوعة أنت حراء يجب أن تضعي مراقبة دقيقة على كل الأجهزة وتقتحمي على الزبون وتشوفيه فيش يشوف وتسجلينا اسمه وأمتجاء وأي توقيت في 2007 هي طبعاً كانت الضربة القاضية للمكان اللي تم فيها الاستيلة على المعدات الأساسية المشغلة للمنظومة وتم التحفظ عليها سنة 2012 كانت ضيق فيها الخناق علينا داخل الجامعة فذلك الفترة كان جلال الكوافي طبعاً ينادي وبقوة على صفحات الفيسبوك بالخروج يوم 17 فبراير وكانوا معاها النخبر زي ما قتلك كانوا معاها مجموعة تم سدعي يوم 11-2-2011 قبل الأول ما فاجأوني بأنه قالوا لي أن جلال حكاك لشي وجلال حكا عنك وحكا عن أيام كافي نتو كيف كنتوا تستخدموا فيه ونحن عارفين فوقعت على ورائق بالتعهد ورجعت تصل بي صديق قال لي راهو فيه تجمع كان الكلام هذا يوم 15-2 فيه تجمع لأهالي بوسليم عند موديلة أمم بنغازي بسبب أخذ السيد فتحي تربل للتحقيق فخرجوا أهالي بوسليم يطالبوا بإخراج السيد فتحي تربل فقلت لنا نحن نتلاقوا عند موديلة أمم بنغازي مدام بيطلعوا السيد فتحي تربل جماعة بسليم نحن نطالبوا بأن المعتقلين يعتقلوا توا خلال هالأيام وكان طبعا كان بعد جلال تم اعتقال أكثر من شخص ومن هنا انطلقت حالة الغضب في مدينة بنغازي وبدأت الثورة وكانت خرجت في الموعد الغير متوقع وتم إسقاط أسوأ ديكتاتور عن وجه كرة الأرض